اشتركوا في القناة ويشبك في الخيوط بشكل يخلي راسك وده ينفشر ولكن في نفس الوقت تقول برافو برافو هذه هي المتعة الحقيقية فعلا فعلا تقشي لازال فصل بعد فصل الحبكة في قصة حرب الخلافة اللي كانت المفروض انها مجرد حدث المفروض انها تحمي او بداية قبل ان ندخل للقارة المظلمة اصبح حدث رئيسي ومهم وممتع وشيق وحماسي ومجنون لابعد درجات لدرجة انك تقول برافو 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 انا المفروض اني حتى الان ما حركت المفروض قبل ان احرق لازم نعيد ونأكد على جمهور انيمي هنتركس هنتر في الحلقة ذلك نتكلم عن منغا هنتركس هنتر احداث لم تصدر حتى الان في الانيمي ما في اي خبر عن عودة الانيمي اما ان تعود وتشوف المنغا من الفصل ثلاثمائة وثمانية ثلاثين وتكمل وتشوف الملخصات وتفهم كل شي معانا وإلا سكر الفيديو الان افضل لك وخلونا نبدأ قبل بس لنبدأ حب اذكركم كل يوم اثنين نصير عندنا بث منغا من بعصات الاشياء الساعة ثمان ثمان ونص بالليل بالكثير توقيت السعودية يكون عندنا بث على اليوناء واليوتيوب والتويتش انا واخوي ابراهيم نتكلم عن منغا مابيس هنتر كينجدوم الهجوم على عماليقاه دابرانوسي فرلاند وغيرها من المنغات الممتعة والجميلة فلا تفوت فرصة حضور البث استمتع معنا نتناقش معاكم ناخذ منكم نظريات لو انا نسيت نقطة في هذا الفصل نبهني عليها في التعليقات تعال تناقش معي فيها في البث عطني نظريتك في البث على هو مباشرة نقراه ونتناقش فيها والآن خلونا نبدأ مع الصفحة الاولى بصراحة التوكيش يسوي حركة قدمية ما عجبتني في البداية بس برضو منطقية ولها سبب بشرحة في النهاية ما رحش رح العين ما بيحرق على اللي تابع الفصل معي صفحة بصفحة من اول فريم قاد يقول لك الوقت حاليا يوم السبت يعني قبل الفصل اللي طاف بيوم الفصل اللي طاف هروب كاتشو وفوكاتسو كان يوم الاحد ساعة ثمانية ونصف في الليل رجعت احسب الوقت مع اخوي الغالي بشير وحن نتناقش في الموضوع مولدي قالت انه بقلهم تسعين دقيقة لما يبنوا خطة الهرب يوم بدأ الحفل فباسيكلي كاتشو وفوكاتسو هربوا بالضبط الساعة الاحداث هذه قبل مو اربع عشرين ساعة قبل ثلاث وعشرين ساعة من حدث هروب فوكاتسو كانتشو من وقت اللي مولدي عزفت فيه النعي هذا الشيء مهم بسبب شيء بصير في النهاية بس ركزوا على هذه النقطة الكاتب يقول لك اليوم السابع من اول صورة في الفصل يوم السبت الساعة عشر ونصف الليل يعني قبل لا تجي احداث الهروب اللي صارت فصل اللي طاف رجعنا يوم واحد في الاحداث بدل فصل في الثنين قاعدين يمشون في ممر سري مظلم ضيق واحد منهم قاعد يقول للثاني اللي هو طبعا واضحا للزعيم الرئيس قاعد يقول للتابع حقه على ما يبدو انها لم تظهر حتى في بحثنا الثاني المتوافق او المتزامن يعني باختصارهم قاعد يتكلمون عن مورينا رئيسة عصابة عائلة المافيا هيلي عائلة هيلي اللي اسمها مورينا التابعة للامير الرابع سردنيتش اللي هي اساسا ابنة المالك الغير شرعية الاميرة الخامسة عشر اينا الثاني قال هل هذا صحيح اذا الجيش رح يشك ان الموضوع اللي قاعد يصير والبلاؤل اللي قاعد يصير في الطاوة القصفلية لها علاقة بالمافيا بشكل اكبر واكبر حيما دا منها مفقودة هنا علق طبعا جاب لك الصورة عليهم حاليا هم او كي ني او او كي او كن ايا كان اسمها المافيا اللي اسمها تشارا فاميلي التابعة للامير السابع لزرس اللي رئيسهم البروكلي وجنبه شخصية جديدة اول مرة تظهر ما باجي اعطون تعريفها بس واضح انه ريس عليه يعني كان يمشوف زي الممر المظل فاو كيني المنفذ قاعد يقول ادرينا الافضل طريقة قدامنا انه نحن نسوي بحث شامل لكل مواقع ومراكز عائلة الهيلي وهذا الشي رح يعطينا افضلية انه نعرف كل اسرارهم وكل مواقعهم وكل شي يعني بشكل رسمي يدخلون مع جيش امبراطورية كايكن ويقتحمون مقرهم ويكتشفون كل شي وكل اسرارهم بس بالنسبة لما كان اكمل او كيني يقول لو اتخذنا هذا القرار وسوينا رح ينفذ الجيش نفس البحث وكل شي على مقرنا احنا الرئيسي بتنكشف النقاط ضعف بتنكشف كل شي خاص فينا للعدو اللي هو عائلة الشويو وعائلة الهيل هنا رد هذا ابو شنب الشخصية الجديدة قال والله اظن انه ما عاد لدينا خيار لذا الشي بعدين فجأة انفتحوا الباب وطلعوا من الممر واتخلوا في المقر الرئيسي حقهم في المكتب حقهم انتبهت قال ها انتبه ان فيه ثلاث اشخاص غريبين موجودين داخل المكتب يعني مش من عائلة الشعارة فامي طبعا الثلاثة اللي كانوا قاعدين هم نبو ناقا جلس على الكنب فيتن جلس على الطالة وفي نكس كان واقف موجودين في الغرفة بس على جنب والجهة الاخرى موجودين بقية اتباع اوكيني هذي الشخصية جديدة قال يا ولد وجيهكم مالوف انا شايفكم من قبل عاربكم منه انتم فرد عليه على طول اوكيني المنافذ قال لا هذي اللي عصابة العناكب هم طلبوا انهم يتعاونون معانا هنا فيروس قال هاي هاي لحظة 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 ليش تتكلم وكأننا احنا العناكب اللي نبي نتلصق فيكم اللي نستفيد منكم احنا منا بكم انتم اللي جيتوا تابوننا فعليا لو ترجعون للاحداث قبل كم فصل اوكيني هذا قاني يقول لهم اذا انتم تابون هسوكا تعالوا تعاونوا معنا عشان نطلع لكم هسوكا ولا تحلموا مرة تجيبون هسوكا اوكيني يرد يقول لا بس الموضوع بيكون اسهل لما انا اشرح لهذا الشخص اللي اعتبر رئيس عليه بالطريقة هذه بشكل اسرع قال لا لا اشرح بالطريقة الصح لا تغير الحقائق وتغير الكلام تسوي انك النحلة اللي بتعنيوها فاجأ جابوا لك طفاية الزقاير وفيها زقارة ان هذا الشخص اللي دخل وكان امولع زقارة وقاعد يشرب ويطفي في المكتب وجابوا الشخص هذا وحطوا البطاقة التعريفية حقه ابو شنب اسمه تاهاؤو وهو نائب رئيس عائلة الشارة فاميلي يعني هو نائب رئيس البروكلي لمات البروكلي ابو وجه مشطوب هذا اللي وجد على وجه شاطب اللي يعتبر اخو المالك الحقيقي اخو الناس هو بي الغير شرعي هذا تاهو على طول يمسك مكاننا هو الفايس بوس يعني نائب الرئيس عائلة الشارة حتى الان ظهر منها الرئيس رائي البروكلي ظهر منها الشاي بالاسمه اتو او شيء زي كذا كان اسمه اللي يتكلم مع فرانكلين هذا كان مستشار للعائلة او نقول احد اعضاء المجلس العائلة المافيا حق البشارة فاميلي وحاليا ظهر لنا هذا اللي هو نائب الرئيس يعني ذرة بته اعلى من الشايب اللي يتكلم مع فرانكلين هذا نائب رئيس على طوح بس كان في له تعريف اخر وهذا الدلالة على الارتباط بين الامير السابع بين عائلة المافيا ان اول مستشار الخاص بحرس الامير السابع اللوزرس يعني الحرس اللي موجودين عند الامير السابع فوق الحرس شخصين حقين وحراسة هذا المستشار حقه مو ينصحهم ويوجههم يعطيهم معلومات وهو اساسا نائب رئيس المافيا شف الترابط بين الحرس شخصي حقين الامير السابع وبين عصبة المافيا طبعا الواضح انه كان فيه شرح مطول بينهم فحين هذا بعد ما شرب الزقال قد يقول اهام فهمت اذا هذا القاتل المجور اللي قاعد يقتل في رجالنا اللي مفروض انه تابع لمورينا تابع لعائلة الهيلي اللي على وجهه الان الاسمه اللويني هو يمتلك قوة خارقة اللي انتو قاعدين تسمونه حاليا مستخدم للنن هذا طبعا يثبت لنا ودليل قاطع انه الامير السابع من البداية يبين ذا الشي يومنا كان يتكلم مع باشو احد اللي من نظمة صياديننا فعلا ما كان يعرف شون هنن فهذا الادفايزر حق حرس الخاص ايضا ما يعرفه شون هنن يعني عائلة التشارة فاميلي ما يعرفه شون هنن اساسا هاو هذا المستشار قاعد على ونائب الرئيس قاعد على المكتب واو كيني واقف قدامه زي ما تقول واقفة عسكرية قاعد يعطيه تقرير يقول له في الايام القليلة الفائتة مات من جنودنا يعني من اتباعنا المافيا من اصابة المافيا نفسها ثمان اشخاص تذكرون في البنث اللي طافة من الثلين كنت اقول ان عدد اللي ماته فوق ال 50 54 شخص هذا بدون احتساب اللي ماته في الثلاثة يوم اللي طافة هذا ارقام جديد قاعد تطلع الحين ويقبل الكلام يقول ايضا حتى عائلة الشويو لعائلة رأس البصلة اونير اللي كان اسمه اونير اللي برضو اخو الملك ناصبي وزعيم عصابة المافيا التابعة للامير الثالث زنجلي فقدوا ناص من رجالهم يقول حسب التقرير اللي جاتنا انهم فقدوا اكثر من 300 رجل من اتباعهم طبعا في سبب منطقي ليش ان عائلة الشويو فقدت اكثر من عائلة الشارة ان بكل بساطة مورينة كانت في الدور الثالث هي مع جنودها كلهم وعائلة شويو ماسكة الدور الرابع فهي اقرب شي لهم سهل جدا على عائلة مورينة انهم ينزلون للدور الرابع بس صعب عليهم يرجلون للدور الثاني واللي الصعب عليهم ان يصل للدور الخامس اللي انزل فهم يقتلون في اقرب دور منهم اللي تحتم على طول للدور الرابع اللي موجودة في عائلة المافيا اللي شويو تابعة على الاص البصلا فذلي اللي اللي قاعدين يتلقوا خصائر ذبح في الباث السبالي طاف قاعد اقول لكم ان اللي ماته 50 حتى الآن 300 فوق الخمسين فعليكم انتم الحسبة شير العشرين من الخمسين يعني فوق الثلاثمية وثلاثمية واربعين نفر مات حتى الآن في السفينة واحنا تونا في اليوم السابع الكلام هذا في اليوم السابع في الليل يعني على اليوم الثامن في الليل مات عدد اكثر زيد عليهم الأميراكاش وزيد وزيد وعليك الحساب هنا اكمل اوكيني كلمة نقطة مهمة جدا ان لا اعتقد ان اللي قاعد يصير هو التصرف من شخص واحد بمفرد يعني ما اتوقع ان هذا القاتل المجور الاسم اللويني اللي تابع المورينة الحالة قاعد يقتل في الناس دي لكلهم مدام الضحايا 300 وزود معنات ان الواحد وعشرين نفر كلهم طبعا هم يعرفون في واحد وعشرين ولا يعرفون عن نظام مورينة ونظام العدو البكتيري اللي انا شرحته قبل كم فصل قبل التوقف هو قاعد يخمن يقول يعني اللي قاعد يصير هذي حرب ضروس قاعد يقتلون في اتباعنا بشكل عشوائي بينما فعليا فعليا بس نباب التذكير مورينة بدت في القتل في الناس الابريالي موجود في الدور الثالث قبل ان يبدون جنود يخذون قدرات وينزون على الدور الرابع مثل اللويني على سبيثها القتل عشرين نفر في الدور الثالث في غرفة مقلقة تبعالت عند القدرة لانتقال من مكان لمكان وقدر ينزل للدور الخامس ويبدأ يقتل في عصابة الشارع بينما اتباع الثانية توقع كلهم قاعد ينزل للدور الرابع ويقتلون في عصابة الشويو فهنا او كيني قاعد يأكد الكلام يقول القاتل اللي قاتل في الدور الثالث وهو مع رفاق كلهم استمروا في القتل واكتسبوا قدرات مجنونة وقاعدين ينزلون إلى الدور الصفلية للدور الرابع والدور الخامس وقاعدين يقتلون قتل عشوائي مجنون تذبيح تقتير في العالم فاو كيني قاعد يقول لابد ناخذ اجراءات حتياطية وسريعة قال له نائب الزعيم تاهاو هذا نعم اتفق معك بس اش دخل عناقب في السالفة اش جابوهم ذي لحين فينكس رد على طول قال احنا نبحث عن رجل اسمه هيسوكا وهو لم يكن موجود في الدور الخامس غير موجود يعني انهم بحث الدور الخامس حللوهم من راسه لقاعد مروا على كل الاشخاص اللي طولهم فوق المئة وتسعين سانتيفة ما فوق كزي ما قلت لكم في عصابهم ان هيسوكا ما يقدر يصغر من جسمه بس ممكن يقدر يزيد من طوله بس ما يقدر ينزل من طوله فاي واحد طولة مئة وتسعين سانتيفة فوق شفوا عليه وابحثوا عنه عن طريق الشبكة الجاسوسية اللي موجودة حقه المافيا عائلة الشارع اللي مسيطرة الدور الخامس كله وما لقوا هيسوكا في الدور الخامس تهيئا هذا حيث تطمأن لنا هيسوكا مش موجود في الدور الخامس طيب وين هيسوكا ممكن في الرابع ممكن في الثالث ممكن في الثاني ممكن في الأول فيكمل فيليكس أحيث تقول وللهıl سنقعد Sana وعنا نتواصل مع عائلة شارعه ونتوقع في خطأ أوين Learned نتواصل مع Grindrara متواصل الربع مثل هيسوكا独 في المقابلة سكتب القاتل المجور شعار الهيلال يكمل سيكمل على الرغم من أن شخص اكتسب القدرة أن ينتقل من مكان لمكان ويصل في أي مكان يبيه يعني هذا يخليه زي الشبح ويطلع في أي مكان يبيه إلا أن في مكان نحن متأكدين واثقين أنه راح يجي له ويبغى يجي له على وهو هذا المكان هذا المقر اللي احنا فيه حاليا وهذا فرح يكون هالباب اللي انتوا صنعته واللي انتهوك طلعت منه زي ما قلت لك وجوهم يمشون في ممر مظلم ونافق مظلم فهجر فتاح الباب ويطلع ببسط المقر ففينيكس قاعد يحل الموقف يقول هذا الوين اللي على خده شعار الهلال راح يجي وهدفه الذلبة هنا فينكس صدم تاهاو هذا بالرئيس وقال له انت للتوجيت من الدور العلوي لأنه زي ما قل له هو المستشار حق الحرس الشخصي للأمير السابع لزرس يعني تاهاو كان قريدي في الدور الأول عند الأمير السابع لزرس ونزل من الدور الأول عن طريق الممر السر اللي فتح بابه توا ودخل وجاء هنا إلى الدور الخامس من الدور الأول نزل إلى الدور الخامس ففينيكس قاعد يفترض يقول على الأقلب ان القاتل المجور هذا الويني هدفه ان يبي هذا الممر عساس يصعد ويرقى فوق طبعا من باب التوضيح لويني ليش قدر ينزل من الدور الثالث إلى الدور الخامس عن طريق قدرته بس ما يقدر يلقى للدور الأول شرحنا ذا الكلام من قبل إن لويني قد جاء ودخل للسفينة إلى الدور الخامس والمستودع ذاك بالذات شافه من قبل فأي مكان مرفي أو زارة لويني من قبل يقدر ينتقله بكل سهولة ولكن مكان ما قد راح له مثل الدور الأول ما يقدر ينتقله ليش طبعا لويني يبغي يروح للدور الأول عارفين كلنا لأن الأميرة مورينة اللي هي الإبنة الخامسة عشر زعيمة عصبة الهيلي قالت لهم اقتل أي إنسان عادي تأخذ نقطة اقتل أي مستخدم ننتقل عشر نقاط اقتلك أمير من الأميرة اللي فوق راح تحصل على خمسين نقطة فلو فرضنا أن لويني قتل أريده عشرين بكل سهولة وكم ما لقتل يقتل نقدر يقول أنه يصل إلى خمسين بكل سهولة حاليا كل المطلوب لأنه يصعد إلى الدور الأول يقتل الأميرة السابعة مثلا لزوروس الممر هذا يقود إلى الأميرة السابعة بوم أصبحه زعيم من جديد يقدر يصل على نفسه ثلاثة وعشرين تابع يصيره البيشينت زيرو ويقدر ينشر البكتيرية العدو البكتيرية حققته زي ما انشرت مورينة للكل في نظرية شاطحة ومجنونة ممكن أقول على نهاية هاي تذا الانطباع عن قدرة مورينة ممكن أقولها في البث بس خلونا نكمل لأنه ما بأشطح عن الانطباع بيكمل الانطباع كامل رد عليه تهاو قال طيب عائلة الهيلي اللي مورينة نفسها عندها ممر سري يقود من الدور الثالث إلى الدور الأول إلى غرفة الأمير الرابعة سردنيتش فليش هذا اللي هو أبو هلال يجي يدور على الممر السري اللي عندنا اللي هودي للأمير السابع ليش ما يرقى للدور الأول ويروح عن طريق الممر اللي هودي للأمير الرابع لأنه لو كان مجهول يروح عند الأمير الرابع والله لا ينتف وحش نلعق الأمير الرابع يقتل على طول يا جماعة بنتكلم بنتكلم حتى الوضوع أكثر وسخي يكمل رد عليه فينيكس قال ربما أن هدفهم هو حياة زعيمكم أنتو وليس زعيمهم هوم يعني ممكننا ما يبي يستهدف الأمير الرابع يبي يستهدف الأمير السابع أو يستهدف مثلا رئيس عصابة المافي حقتكم اللي هو بروكلي أوكيني قال كلام بعد أثار الريبة أكثر وأكثر وجاب للجنون أكثر وأكثر قال مورينا لم تصعد إلى السلطة ونمسكت عائلة الهيلي ككل إلا مؤخرا فلربما أنت سردنيتش الأمير الرابع نفسها حذر منها ولهذا السبب مفاتح لها الباب يعني الممر السري اللي ودي من عند الأميرة مورينا إلى الدور الأول ربما لربما أنه مغلق من طرف سردنيتش مو مسلوح لأي أحد منهم يصعد لفوق وهنا أوكيني طلب من تاهاو كلمة قال أرجوك اطلب من زعيمنا رئيس عائلة المافي اللي هو الزعيم لي اللي طب بروك لي يسمونها لي أنه يتأكد هل مورينا قائدة عائلة الهيلي عائلة المافي الهيلي موجودة في الدور الأول أم لا رد تاهاو قال والله أفهمت قصدك فعلا موقع مورينا حاليا هو اللي راح هو اللي راح يحدد تصرف نتاب عاملة مع الموقف اللي احنا فيه حاليا يعني يتغير تعاملنا بالكامل على حسب مكان مورينا حاليا هل هي في الدور الأول أم في الدور الثالث هنا طبعا علقتها هاو قاعد يقول للعناكب لو كانت مورينا ليست موجودة في الطوابق الأولى اللي هو الطوابق الأول والطوابق الثاني أنتوا في معضلة كبيرة خيار خروجكم من المعادلة ومن القتال انتهى ما تقول تسحبون من القتال فينيكس قال له ماذا تعني طبعا في اللحظة هذي جابوا لك إننا فيتن وحطنا بناقة كلهم وقفوا وجاوا عنده عند المكتب قاعد يسمعون لو مركزين وياش قاعد يقول ذا فهنا علقتها هاوي قاعد يقول الموضع راح تكون معركة مفتوحة على الآخر ما في معاهدة سلام ما في انسحاب ما في توقف القتال إليه ما تبقى عائلة واحدة يعني العوائل الثلاث كلها بتتقاتل مع بعض إليه ما تبقى عائلة واحدة تسيطر وتقتل العائلتين الثانين بالكامل بدأنا طبعا أوكيني يشرح وشي قوانين القتال أو الحروب في عالم المافيا اللي في امبراطورية كايكن ما بأشرح لكم الهذرة الطويلة اللي قلعها بحاول اختصر قدر الامكان إنه قاعد يقول لو أحد من أفراد العائلة تصرف من رأسه وراح قتل أعضاء ثانين من العصابة الثانية ما تقوم حرب لا رئيس العائلة الفلانية مع الرئيس العائلة الثانية يتصر على بعض يسوون اجتماع يحددون شن الفدية يأخذون الفدية وانتهى الموضوع بعدين جابوا لك سيناريو كذا إنه لو أحد من الأعضاء العائلة عائلة A جاء عند الزعيم حق عائلته وقال أنا غاضب على فلان بقتله وكذا كذا وبعد هذا العضل من عائلة A يقتل العضل من عائلة B يقوم زعيم عائلة A اللي هم حاليا زعيم عائلة التشارة مثلا رأس البروكلي هذا يتصل على رأس البصلة ويقول أنا آسف واحد من عائلتي قتل واحد من عائلتكم كذا كذا شلي تبون مقابل تعويض عن اللي سواء في التفقول على فدية الفدية قد تكون فلوس قد تكون قتل نفس الشخص اللي قتل قد تكون مدى أنك قتلت مني واحد منذ مستوى رفيع عالي بقتل منك أربعة خمسة عائدي قد أطلب عضو من جسمك يعني مقابل أنك قتلت فلان أبأخذ عينك أبأقص يدك أبأقص رجلك عائدي طبعا تاهو كان يشرحها بيقول أن الفدية اللي يطلبها الزعيم الثاني راح تثبت مدى تعاطفة مدى حسة بالمسئولية ولازم أنه يحافظ على التوازن في الطلب حقا يعني وبنقتل منك واحد يجيط طالب وقال يقتل منكم خمسين لا هذا وين التوازن ما في منطقية في ذلك الكلام ما في مسئولية في ذلك الكلام قتلنا منك واحد تطلب منه واحد اثنين ثلاثة بالكثير فهمت الفكرة أهم قانون ونقطة في الموضوع ذا كله أنه قاعد يقول في مواقف كثيرة صارت المشكلة لو بعدها تم المغفرة عنها أو سماح وتجاهلها بس لازم هذا شيء يصير خلال 24 ساعة يعني رئيس العائلة الثانية يتصل على رئيس العائلة اللي ينقاتل من الناس يقول ترى فلام من عندي قتل من عندكم كذا كذا خلال الحال الموضوع ودي بس خلال 24 ساعة ماكسيمم بس الشرط الأهم في ذا الموضوع أنه لابد أن الزعيم حق العائلة هذا يكون موجود في منطقته وقت وقوع الحادثة مش في مكان خارج منطقته لما يقولون أنك الترف الترف اللي المنطقة حقتك في عصابات المافيا مثلا في نيويورك ومزعيم مثلا عصابات المافيا اللي في نيويورك الترف حقت مناطقهم على حسب الأحياء يعني الحي الفلاني الحي الفلاني هذا حق الزعيم الفلاني فلو كان الزعيم مش موجود في ذا الحي معناته خلاص مسموح لين ما يرجع ففي السفينة حاليا الترف حق كل واحد منهم زعيم رئيس المافيا اللي تشارا فاميلي اللي نتكلم عنها عندهم الدور الخامس هذا الترف حقهم وزعيم الشو فاميلي الدور الرابع ومورينا اللي حاليا قاعدين نتكلم عنها اللي أتباعها قاعدين نقتلون فينا الترف حقها والمكان اللي المفروض لها هو الدور الثالث فإننا بناقى ردقل آها يعني معنا كلامك لو كانت مورينا في الدور الثاني أو في الدور الأول معنات أن الفترة مسموح لها فترة أطول من 14 ساعة بس لو كانت فعلا مورينا موجودة في الدور الثالث وحي مر ثلاث أيام من أول جريمة قتل سواها لويني أبو الهلال مر ثلاث أيام وهي موجودة في الدور الثالث وما تصلت علينا معناتها إنها الحرب ثم الحرب ثم الحرب ما عد فيها تراجع فتاهه حاليا النائب الرئيس يقول مرة أكثر من 48 ساعة على أول جريمة قاتل بس لتأكد إنه فعلا مورينا موجودة في الدور الثالث فهي الحرب والمصيبة اللي راح تخليكم ترتبطون في الحرب هذه ما تكونوا تطلعوا منها يا العناكب إنكم لو رحتوا قتلتوا الهتمان لو قتلتوا لويني معناتكم دخلتوا في هذه الحرب صرتوا جزء منها وما راح تتوقف الحرب اللي لما تبقى جهة واحدة على قيد الحياة يعني لو فرضنا أن الحرب هي بين الشارة والهيلي لما واحد من العائلتين تبقى يعني لما العائلة الثانية تمسح مبقرة بها الحرب مستمرة وما راح نوقف بإنما الحرب حاليا بين الثلاث عوائل يعني خلينا نقول مثلا الشارة ما راح تقاتل الشو يو لأن اللي في الدور الخامس ما عندهم أي مشكلة مع الدور الرابع بس العائلتين ذي اللي ثنتين ما عندهم مشكلة ضد مورينة اللي في الدور الثالث عائلة الهيلي بعد ما قال تهو الكلام هذا حق العناكب ردنا بناقة قال ما يهم ذا الكلام بالنسبة لنا ولا شيء عايد يعني فرد أوكيني قاعد يقول والله أنا آسف إن القوانين حقتنا ونظام نظام سبب لكم مزعاج يعني ما مخليكم تصرفون على رحاتكم وبالطريقة اللي تتابون لازم تبشون على قوانيننا مدام يكون موجودين في منطقتنا فأكمل أوكيني الكلام وزي ما تقول قاعد يقنعهم بطريقة جدا جدا ذكية ولكن برضو منطقية قاعد يقول إن كان فعلا بدت الحرب حسب قوانين المافيا كل العصابات اللي موجودة تحتنا مثل العصابة اللي كانت تتحكم بالمطعم وجاوا العناكب وجلدوهم وخذوا الطاولة منهم وخلوا الكل يدخل المطعم هذه كانت عصابة تابعة للشارة فاميلي ولكن ليسوا فعلا من عائلة شارة فاميلي فلما تبدأ الحرب العصابات دايلي التابعين البسيطين اللي ما يدخلون في الحرب خلاص يصرون متفرجين الحرب تكون بين أعضاء العصابة نفسهم أي واحد عليه شعار الشارة فاميلي الواردة هو اللي فعلا يدخل في الحرب ضد قبيلة أو عائلة الهيلي اللي هم مورينة والواحد عشرين حقينها اللي من بينهم اللي على واجه هلال وأتباعها كلهم اللي هي عطاتهم البكتيريا حقاتها بس من باب التوضيح لما نقول أن أتباعها قتلوا ثلاثمائة شخص فنقدر نقول ثلاثمائة تقسيم عشرين لو فرضنا كل واحد منهم قتل عشرين على الأقل في ممكن منهم ناس قتلوا أكثر نقدر نقول حاليا أن ماكسيمم أعلى عدد ستة من أتباع مورينة قدر يفعلون قدراته ممكن يكون أقل بس مستحيل يكون أكثر تقسم ثلاثمائة على العشرين يطلع لك ستة فعلى الأقل لو كل واحد ثلاثمائة اللي ماتوا ثلاثمائة اللي ماتوا قتلهم ستة شخاص فنقدر نقول لها ستة من أتباع مورينة الواحد وعشرين فعلوا قدراتهم ممكن أقل ممكن خمسة ممكن أربعة ممكن في واحد منهم قتل خمسين زي اللويني مثلا ممكننا قتل خمسين شخص فهي نتقل عدد الضحايا اللي اقتلوهم الآخرين ولكن اليما الواحد وعشرين أتباع مورينة كلهم يقتلون عشرين فما فوق هنا فعلا عائلة هيلي والتابعين حق مورينة راح يكونون قوة مدمرة لأن كل واحد منهم يكون عنده قدرات نن أسطورية مثل لويني اللي قاعد يتنقل بين الأماكن نعود إلى موضوعنا أن تاهو قاعد يحدهم أو يلويادهم يقول باختصار أي واحد من العصبات اللي قاعد يجمعون لكم معلومات عن هيسو كذا ما رح يسعدونكم ما رح يدخلون في الحرب ولا رح يجمعون لكم أي معلومات هنا نبو ناقة قاعد يتكلم في نفس الوقت اللي يتكلم في فينوكس قاعد يقول أوكي معنى كلامكم أنه أسرع طريقة عشان نختصر ذا الهذرة والدندرة والمشاكل والكلام ذا الفاضي ذا كلها نبحث عن زعيمة عائلة الهيلي اللي مورينة أخطى فيها بقول لكم ليش قاعد يقول إذا كان الزعيم الجديد حق قبيلة الهيلي اللي مورينة أساسا ما بينها علاقة طيبة أو ممتازة مع الأمير الرابع تسردنيش إنه ما في بينهم ثقة زي ما قال أوكيني يقول لربما أن الأمير الرابع شاك فيها مباثق فيها خافنا لأن عائلة المافيا عائلة الهيلي حق التمافيا كانت في الأساس تابعة لتسردنيش والزعيم السابق حقهم أكيد كان حليف لتسردنيش مئة بالمئة بينما حاليا مورينة كانت مجرد عضو صغير فيها سوت انقلاب ومسكت الحكم حق العيلة كلها تسردنيش مباثق فيها خايف منها متردد منها شاك فيها هذا كله بيست على كلام أوكيني ممكن يكون صح ممكن يكون غلط أو منظرات هذا فإننا بناقات يقول يمكن إذا حنا قتلناها حتى الأمير الرابع تسردنيش بيكون ممتن لنا أحني العناكب لا هين أنت غلطان هذا الحقير تسردنيش ما يمتن لأي أحد ولا يعترف بأي أحد نهايا وممحتاج بساعدة أي أحد هذا حقير شرير قوي مدمر بمطبيعي يا جماعة فينيكس رد ينقل أسرع أحددنا مكان مورينة هذه فعلا أكدنا إذا في الدور الثالث معنات أنه خلاص بدأت الحرب وإحنا نروح نقتلها ما عندك مشكلة بس قلنا إنها فيه وروح نقتله في الوقت الحالي إحنا بنتصل برفاقنا بقية فرقة العناكب وراح ندور لكم على الهتمن هذا القاتل مجهور له لويني ونقتلهم طبعا في اللحظة اللي فعلا العناكب يقتلون لويني سنو ندخلوا في حرب المافيا بشكل رسمي وصاروا عضوا منها ولازم يكملون الحرب لنهايتها أوكيني وبنظرة يقول يا ولد كنا الوضع بدأ يصير خطير شوي وتهاو ونائب الرئيس بد فيه الرأس البصلة ونير زعيم عائلة الشويو اللي موجودها في الدور الرابع واللي اعتبر داعم وعميل للأمير الثالث زنغلي وجابين لها في المقر حقه وجابين لها أنواع الأكل الفخم وقاعد يأكل فيه مروق وبعدها إلى بروكولي زعيم عائلة المافيا شارا فاميلي واللي تابع للأمير السابع لزرس ذو الشعر اللي كده أخو أجسن شعر زي بروكولي وقاعد يربي حيوانات عند حديقة حيوانات في السفينة يعني تخيل كل واحد منهم ما كتبها مرة مرة فخم في الصورة الثالثة كان المفروض أن هذا المقر رئيسي اللي موجود في الدور الثالث اللي المفروض أنه موجود فيه مورينة ولكن المقر خالي ما فيه أحد وهذا تأكيد على أن مورينة اللي المفروض أنه موجود في الدور الثالث ليست موجود في الدور الثالث معنات أنه اياما في الثاني وانا ارجح ان تكون حتى في الاول ويمكن حتى عند الملك بنتكلم عن ذا النقطة بعد شوي فهذا يعني المفروض انها الى الان لم تبدأ الحرب طالما انها خارج منطقتها مش في الدور الثالث لم تعد الحرب ممكن تكون لازمة موجودة في الدور الثالث بس على الاقل مش في مقرها بل قاعدة تمشي وتقتل في الناس عشان ترفع حتى اي طاقتها وباقول لكم ليش ترفع طاقتها وتوصل للمية في نظرية مجنونة قال لي يا اخوي بشير بتكلم عنها في اخر الحلقة او في البث اذا ما سعبني الوقت فالصف اللي بعدها ان كاتب كان يعلق يقول لك ان هؤلاء الاشخاص اللي هم قادة العصابات المافيا هم اساسا من العائلة الحاكمة بس بسببت الشام خلال وجيهم لانهم ابناء غير شرعيين جاي من زوجات غير شرعية فيعاملون يعني سكانهم والفخامة اللي يمزكنينها ما تقل عن الامرة والملكات اللي في الدور الاول مع انهم في الدور الثالث والدور الرابع الدور الخامس لانهم فخامة المكان اللي هم فيه راقية جدا جدا وياخذون احسن اكل وكل شيء افضل معاملة على الاطلاق ولكن اقل من الملك ما يصرون مثل الملك الملك نصبي افخم شيء بعدها الامرة والملكات وايضا رصاع عصابات المافيا ذي لي وكل الدعم والفلوس الذي قاد يجيهم عن طريق العالم السفلي اللي هو العصابات المافيا حقتهم والاهم من ذلك انه رغم السلطة اللي عندهم رغم ذلك الشيء يمتثلون للأوامر الملكية يعني يمشون على اللي يقول لهم الملك بالحرف الواحد ما يعترضون على قرارات الملك او يترفعون راسهم ولا يتكلمون معه الا طبعا مورينا ذي وضعها حاليا طبعا الكاتب يام جاب لك الصورة على المزهرية اللي موجودة في غرفة مورينا جاب لك ان الورقات الورد طائحة متطائحة انها مورينا خرجت من المقر حقها لها اكثر من يوم لها ثلاثة ايام اربع ايام ماجات المقر وما حد اعتنى في المقر حقها هي خرج المقر يامنها تقتل يامنها اصعدت الى الدور الاول الدور الاول مو عن طريق الامير الرابع لا عن طريق الملك وما اقول لكم ليش موب عن طريق الامير الرابع وعلى طول الصفحة اللي بعدها الغرفة 1004 غرفة الامير الوحش المرعب تسردليه مرعب مرعب طبعا جاب لك أول شي صورة الغرفة بعدين جاب لك صورة أسلحة مدمرة مثل الخنجر ومثل السكين وبعدها جاب لك صورة لمجموعة أشلاء أشلاء بكل ما تعنيه الكلمة وناس قاعدين يخمون الأشلاء هذي يقلسونها كنس ينطفون الغرفة من الأشلاء الدموية اللي تقطعت داخل الغرفة بنشرح منين جاءت الأشلاء وشون سببها وشي السارفة بس خلوكم ركزوا على هذه الصورة وخلونا نركز على الحوار والكلام لأن الكلام شي والصورة تقول لك شي ثاني تماما كلام طبعا كان يتكلم الأمير الرابع بس مع مين يتكلم ما نقدر فأجل وشو هم ليسوا في غرفة الفي في اي بي يعني المفروض أن في لهم غرفة في الدور الثالث مرة مرة فاخمة يتكلم عن مورينا حاليا فقاعد يتكلم يقول المفروض أنهم هم في الأدوار السفلية اللي في الدور الثالث ونازل ومتعلقين في الخدم حقينهم يحاولون أنهم يخفون نفسهم في الأدوار ذيك يقصد أن زعيمة الوافق يتكلم عن مورينا الأمير الرابع يتكلم عن مورينا حاليا وقاعد يقول نعم أنا كنت مشغول وما تميت إذا الموضوع ما لقيت لأي بال ولهذا سبب حين تأكد كلام أوكيني إنه فعلا تسر دينيش ممهتم لموضوع مرينا ولا تابعه ولا أشرف عليه ولا حتى تواصل معاه قاعد يحس إنه أنا أرقى من إني أحتاج أعتمد عليها أساسا وكان يكلم في التليفون طبعا هذا التليفون لحق الاتصال الداخلي بوش مينز إنه يا أما الأمير الثالث قاعد يتصل عليه بأن الأمير الثالث رطبه أعلى ورأس البصلة زعيم الموافير تابع للأمير الثالث فلا ربماً اللي هو قاعد يتكلم مع الأمير الثالث بأن رأس البصلة زعيم عائلة شو يوت واصل مع الأمير الثالث قال لها مبلقي مورينة حاول تتصل مع الأمير الرابع وتسأل حالي الأمير الثالث يقدر يتصل على الأمير الرابع لأنه رتبث أعلى كأمير وقاعد يقول له ووش صار على مورينة وش صار في كدة فوقا قال todas يقول نعم هم مفروضة أنا ما فجمت racism اخر شيء نعم سوي اللي انت بيفعل كما تريد يعني سوي اللي يعجبك ممكن اللي يمتصل علي واحد من الامر وممكن اللي يمتصل علي واحد من الجيش الملكي حق كايكين وقاعد يقول له ترى مورينا مختفي وفي قاتل وكذا وكذا وقاعد يقول له سؤالية ما وضح الكاتب ما وضح سردنيش هنا في ذا المهاشرة كان يتكلم مع مين اتوقع ممكن يوضحها بعدين في الفصول القادمة ممكن زي ما صار مثلا محادثة كيني مع مولادي اللي كانت قبل هذا الفصول ما كنا عارف يش كانوا يتكلمون عنه بعد الفصول ما تفصلين ووضح لنا شو الحوار اللي بينهم ممكن هذا الحوار يتوضح قدام باختصار تصردنيش مبفاضي فقاعد يقول له سوي اللي انت بي لما انا افضى انا مشغول حاليا لانا قاعد يشغول جدا بالتدريب حقه فقاعد يقول لما انا افضى بتحرك بتصرف وشوف حل المشكلة هذه او ادور وين مورينا وتصرف لها تفرغ لها حاليا انا مفاضي لها حط خطين حمر ان المشهد ده كله يعني بعد نص ساعة بالكثير من بداية الفصل او ممكن حتى اللازلنا في بداية الفصل لان بداية الفصل كانت الساعة عشر ونص في الليل يوم السبت فممكن الموقف هذا الاتصال هذا جاء على الساعة 11 في الليل يوم السبت هذه نقطة مهمة لانا في نظرية كبيرة مبنية عليه في النهاية فركزوا ان احنا حاليا لازلنا في يوم السبت في الليل والاتصال جاء حق تسردنيش في يوم السبت في الليل والكل قاعد يبحث عن مورينا في ذا الوقت سكر تسردنيش السماعة ومشه جاي متوجه الى تيا ثيا ثيتا ايا كان اسمها اللي قاعد يتع الدرب على النن وقابل ان يوصل لها التفت على واحد من جنودها اللي قاعدين ينظفون المكام من الجثة المتقطعة والاشلال المتشتتة في الارض قاعد يقول لهم اطلب من جنودنا الخاصين اللي موجدين في الطوابق السفلة في الطابق الثالث والرابع يعني حتى اهو سردنيش عنده جنود خاصين مدسوسين مع المواطنين في الادوار السفلية او علاقة لهم نفسه بجنود الجيش الملكي بس ولائهم لتسردنيش قال اطلب منهم يبحثون على المورينا ويجدون من مكانها توه ينتبه لها توه يعطيها اي اهتمام لها سبع ايام في السفينة قاعد يتدرب ويطور من النن حقها ما افتر على المافيا ولا كلمها ولا تواصلوا ايها ولا يدري وينها في حتى فهذه نقطة مهمة جدا حاليا ان ترفع اسهم ان مورينا وتسردنيش موش على وفاق وبينهم خطر وبينهم مشاكل قال لها الجندي حاضر سيدي وبالتبهت على تثية وقال لها لينكمل تدريبنا قالت لها حاضر سيدي جابوا لك هالة النن على تسردنيش طبعا من ايوم انه كلمت ليفون كانت في وضع التن العادية بينما يوم جاء اول ما قال لها لينكمل بدت تطلع الرن الرن انه هالتك هالة النن حقتك تطلع بشكل كبير من بعده قام سيدي وبدت هالة النن حقته تتجسد طبعا من باب التذكير هنا اكدنا وانتهينا ان الامير الرابع هو متخصص سبيشالس زي زي كورولو زي زي كرابيكا اغلب المتخصصين اغلب ومو كلهم يجسدون شيء على سبيل المثال كورولو يجسد الكتاب وعن طريق الكتاب يستخدم قدرة التخصص حقته انه يسرق قدرات الاخرين كرابيكا يجسد السلاسل وعن طريق التخصص حقته يقدر يسرق يقدر يسوي يفعل الاشياء هذي كلها والعن كرابيكا حالتها معكوسة بسببت العيون بس شرحناها رادي في حلقة الخاصة فما نبي نرجع لها حاليا بالنسبة الامير الرابع تيا او تيا قاعد تتحلل الموقف وقاعد تقول يا لها من هالة مرعبة جدا اللي قاعد تطلع منا هو جسد وحش نن متخصص يعني كرولو يجسد كتاب متخصص يسرق هذا يجسد وحش نن واشي قدراته ما بنعرفش يا الله يخرب بيتك دقاش يعطي إجابات يا اخي عرب عليك تعبت نفسيا فهينا ثي قاعد تحلل القدرة تقول هو قاعد يجسد وحش نن خاص في اهو غير وحش النن الطفيلي وحش النن الطفيلي للخيلة هذي جايتها من الجرة ما تكلم معنا باش رحها بشكل اكثر بعد شوي بس خانكمل حاليا بقدرة الهدس حقته هو الهدس هو اطلاق هالة النن حقته وتحويله الى النوع حقك فنوعه متخصص بس التخصص حقه عبارة عن تجسيد انه يجسد وحش النن المرعب اللي بيظهر بعد شوي في الصورة فهي قاعد تقول انا مو بقدر اتخيل وش القدرات اللي يمتلكه وحش النن حقه هذا لانه في نهاية هو متخصص يعني قلنا من قبل التجسيد نوعين انك تجسد شيء منطقي او واقعي مش خيالي تجسيد الثاني انك تجسد شيء خيالي منوحي الخيال المصيبة مو بانك تجسد شيء خيالي المصيبة انه عليهم جسد شيء خيالي عنده قدرات التخصص يعني يسوي اي شيء وبدأت هنا تحلل قدرات الامير الرابع تقول عنده وحش نن طفيلي انولد من مراسم حرب الخلافة من باب التذكير فقط لغير شرحنا ذا الشيء في الحلقة الثانية من سلسلة شارخ تبصيل ارق القرارة المظلمة موجودة في قناة ملخصاتي اي شو تقدم تبحثون عنها وتطلع لكم مشاركة تطلع على الحلقة الثانية ان الجرة اللي جسدها الملك الاول لامبراطورية كايكن واللي اول من بدأ مراسم حرب الخلافة بين عياله كان الهدف من كل البيضة يأكلها اي امير انه وحش نن الطفيلي اللي يطلع يكون معتمد على عزيمة وارادة الملك الاول في حرب الخلافة نفس انه تستمر وان امبراطورية كايكن تقوم الى ذلك والجزء الثاني من تجسيد وحش نن يكون مبني على شخصية وافكار واهداف الامير نفسه اللي اخذ البيضة لانك فعلا تزرع داخلك البيضة حق الوحش الطفيلي ووقت اللي انت تسوي المراسم وما تفقس البيضة وما يطلع وحش نن عندك الا بعد شهر كامل طول الفترة الشهر دي وحش نن يبدأ يتعود عليك ويأخذ افكارك يأخذ خيالاتك يأخذ الاشيذة كلها فيطلع وحش نن مقارب لصفاتك افكارك طريقتك زي ما شفنا عند فوقتسو زي ما شفنا عند كاتشو وشرح نذا الكلام فاصلي طاف ما بيعيد شرحها الحين ولكن وحش نن الثاني اللي حين طلعه الامير الراب هذا مبني على قدراته اهو على خياله اهو شرحنا ذا الشي في اكثر مرة في اي قدرة نن انت تطورها كرابيك ليش حط السلاسل لانه يبي يعتقل ويسجن العناكب كروله ليش جسد الكتاب لانه انسان مثقف اشكر اخوي عبدالله طاغي على هذه المعلومات كنا الجميل صراحة قال لي هاليوم انسان مثقف ويحب القراءة جوب لك يحب القراءة ويكتب ومن ذلك في نفس الوقت حرامي فالكتاب حقه في يده انه يقراه وما يقراه كذا وفي نفس الوقت يسرق بالقدرات هيسوكا لانه كان يحب العلك من يوم صغير لشان فلاشباك حقه استخدم قدرته بانجي قام كيلوه لانه يوم كان صغير يعذب بالكهرباء كثير حول قدرته الى كهرباء فكل شخص بناء على شخصيته على تفكيره يطلع قدراته في النن تتحول على الشي اللي هو يحبه الشي اللي هو يبيه الشي اللي هو يتخيله في مخه خلع عنكم وحش النن الطفايلي هذا زي ما قلت لكم متطفل عليك فياخذ منك جزء كبير بس برضه ياخذ جزء من الملك الاول امبراطورية كاكل لجسد الجرة ح حاليا وحش النن هذا الحق الامير الرابع من اهو بالكامل من وحي خياله شون يبيه شوف قوته فهذا كان كلام ثيتا ان وحش النن اللي هو طلع هذا مولود من قدراته الخاصة من فكرة اهو الخاص من فكرة الامير الرابع الملحوص الخاص ويرسم لك تقاشي تحفة فنية ثانية جديدة الامير الرابع تصر دينيش واقف قدامه ثيتا على يساره وقدامه شوي وحش النن الطفايلي حقه الاحصان الغريبة هذي جدا منطلع رقباته وقاعد اطلع في ثيتا وخلفه مباشرة وحش النن اللي هو جسده لحسب كلام ثيتا انه الى الان هو ما يدرك شوني قدراته ولا حتى ثيتا نفسه تعرف شوني قدراته تو حاليا قدر يحرر هالة النن حقته بمبدأ الهاتسون يتكلمين عنك تحلل الى احد الانواع الستة وطبعا تخصص ولكن تستخدم برضه تجسيد تجسيد دائما اقرب جزئية من التخصص يقدر يستخدمها بنسبة 80% فهو حاليا مجسد وحش النن مش طفايلي لهذا وحشه الخاص وعنده قدرات سبيشالست قدرات متخصصة بدت هنا ثيتا تقوم برافو برافو عليك الامير الرابع قالت له الشعور اللي انت استشعرته للتو هو الدليل ان احنا خلاص انجزنا هذه المهمة انجزنا اللي هو الهاتسو ولننتقل للخطوة التي بعدها وهنا قالت له احنا حاليا اتقلنا الاساسيات المبادئ الاساسي طبعا اتقل ثلاثة منها حال الوقت انتقل الى المبادئ المتقدمة والمعقدة من تقنيات النن اللي مو عارفوش المبادئ هذي يرجع للحلقة الخامسة من سلسلة شرق تفاصيل قارة المظلمة تكلمت انا على المبادئ الاساسي الاربعة واشي تقنيات النن المتقدمة اللي قاد تتكلم عنها الثيتا حاليا اللي هي الـ Q الـ Q الـ N والـ N كل التقنيات الستة والسبعة تتكلمت عنهم ما برجع عيدهم حاليا موجودين في الحلقة الخامسة هنا بتسلم الامير الرابع قل اوه اخيرا اوه اخيرا اوه ما تقول لثيتا اخيرا اخيرا يخرب بيتك ما لك لستة ايام قاعد تتدرب وتقول لي اخيرا لا بعدها تحسب اول يوم اول يوم ما كان يعرف على النن ما بدأ يتدرب لثاني يوم او ثلاث يوم يعني ما للا اربع ايام او خمس ايام يتدرب ووصل للهدس وقعد يقول اخيرا شوف كم خذ قونه كله على ما تقنوا التقنيات وقعد تقول لي اخيرا يا ظالم حرم عليك يا اخي فطبعا على طول ثيتا ما خلت قلت لا عشان اكون معك صادق انت مذهل جدا جدا هذي اول مرة شوف واحد يتطور ويتعلم في النن بهذا الشكل السريع جدا 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 كما تقول اذا تبقي الصراحة انت اساسا فقت اقوى توقعات لي ولهذا السبب كان لازم اني اعطل سرعة التعليم شوي يعني فعليا هي ما علمت بشكل سريع المطلوب لو منطلقه معه وقعد تتعلمه بشكل اسرع كان ممكن حين الوريدي خلصنا وهو بكل غرور وحقارة وفعلا شخص مغرور ذكي بس مغرور وحقير جدا يقول هذا اللي يحصل لما تواجهين واحد عبقري بشكل طبيعي يعني ودائما كان يتفاخر بذلك شيء من قبل ان تبدأ حرب الخلافة من قبل ان يتكلم مع اخوه بنجمن ويقول لي انت ما عندك الا العضلات والقوة انا عندي الذكاء والمخ وبهزمك بالذكاء والمخ وقالت له ثيتا نعم هذا الشيء صحيح قال تبين الصراحة انا برضو نقدر تعبش وموجودش يقعد تبديليني معي انش يقعد الدربيني ذا الشيء يعني وصابر معي مدة اربعية ومدة خمسة يوم صاملة معا قاعدة الدربة كل يوم كل يوم كل يوم ولأول مرة في حياته اسمع تسردينيش يقول لها حقه احد شكرا يقول لها على اقل شكر المعلمة حقتها هنا قالت ثيتا كلمة قوية جدا قلت له انا حاليا قررت اني اخصص نفسي وكرس نفسي لاني اطلق كامل مقاومات قوتك باسرع وقت ممكن يعني بوصلك لأقصى قوة في استخدام النن باسرع وقت ممكن انا حين ايقنت فيك وامنت في قدراتك طبعا في توست هنا في توست ملعون بس بنجي بعد شوي خلكم معي رجعت تعيد له مبادئ النن الاربة الرئيسية التن الرن الهاتسو والزيتسو قلنا من قبل طبعا ان التن انك تحيط نفسك بهالة النن والرن انك تطلق هالة النن بشكل اكبر والهاتسو انك تحرر هالة النن حقتك الى احد الاصناف الستة والزيتسو انك تخفي هالة النن من كما شرحناها في الحلقة الخامسة ما بعيدة من جديد ولكن هنا الكلام اللي قالتها مهم جدا بنرجع نربط فيه السيوف اللي قلنا لكم والاشياء المتناثر هاي كانت تقول انت كنت تدرب على التن والرن طول الايام السابقة كل يوم وبديت توصل الى مستوى عالي جدا فيها الى درجة احنا نرشل عليكم ليش كان فيه السيوف وليش كان فيه اشلا يعني ما قال هذا الكلام بس انت اقرأ بين السطور كعادة الدقاشي انت حاول تفهم بين السطور شلي صار حساسي خلوني الامير الرابع يتدرب على التن والرن كان يجبون لناس يخلوني ميهجومون عليه بالسيوف وعن طريق النن فقط بدون الهاتسو بدون لا يفعل الوحش حقه بس بالتن والرن جلدهم كسر سيوفهم وقطعهم الى اشلاء بقوة الرن والتن فقط يا جماعة الى الان ما بعد نوصل الى التقنيات المتقدمة اللي هي الكو ما بعد نوصل الى الهاتسو نفس الوحش انه حقا انه يتفعل ويبدأ يطلع قدرات فتكمل ذيت هتقول هذ المبدئين اللي انتوا ريدي هاتقنتهم لازم تستمر تتدرب عليهم بشكل يومي عشان تزيد قوة الهاتسو حقتك اللي هو كل ما زادت كمية هالة النن اللي تقدر طلعها في الرن والتن كل ما زادت قوة تقنية الهاتسو حقتك اللي هو الوحش المجسد عن طريق التخصص اتمنى ان الكل فاهم معاي هالمبادئ واللي مفاهم يرجع شوف حلقات الشرح اللي شرحناها الحلقة الخامسة والحلقة الثامنة من سلسلة القارة المظلية تكمل تقول ولكن في مبدأ الرئيس الرابع والاخير من المبادئ الرئيسية الاربعة تعلم الرن والتن والهاتسو بقانا في اخر شيء اللي هو الزتسو وهو قانا تقول له هو اساسي في انك تتقن كل المبادئ المتقدمة من النن هنا على طول ذاكي زدا وشرحتني من البداية قلت له اه انت تقصدين التقنية اللي انا اسكر فيها منافذ النن حقتي قالت له نعم عشان اكون معك صادقة اذا انت بتتقن النن على افضل وجه ممكن لابد لك انتك تتعلم وتتقن الزتسو الى ابعد درجة ممكنة هذا الكلام رغم ان الصحيح الا ان كان فيه شوية مبالغة من ثيتا لان فعليا قنيات الثمانية المتقدمة من النن على سبيل مثال الكو او الثاني والله بذكرها تحتاج فيها الزتسو ما فيها كلام الاساسا التقنية المقدمة انك تخلط بين الرن والتن والزتسو والهاتسو تخلط ما بعد تطلع بالتقنيات المتقدمة ونتكلمنا عنها في الحلقة الخامسة بس اتقان الزتسو مو بمهم الى تلك الدرجة اللي قاعد تتكلم عنها فيه تحالية باش رعلكم ليش يتتكلم عن هذا الشي واخر جملة في الفصل هي اهم شي في ذا الموضوع بس خلوكم معي يكملوا معي هيدا قاعد تقول لها في البداية راح نبدأ بانك تغلق اجزاء معينة من جسمك وبكل جسمك بالبداية لا حبة حبة قلت له في النهاية الهدف حقنا وطموح حقنا انك بنوصل انك تغلق جميع منافذ النن حقتك في جسمك كامل لمدة ساعة كاملة برضو هذا الكلام مو منطقي ولا لا اي لزمة طالما انا تعلم منافذ النن حقتك لمدة خمس دقائق عشر دقائق بعد ان يقدر يسكرها لمدة ساعة ليش قاعد تقول لها لازم تتدرب على هذا الشي وهذا الشي مهم ولازم تسكره ساعة كاملة عندما تصل لهذه المرحلة لانك تسكر منافذ الزتسو حقتك لمدة ساعة كاملة هنا نبدأ نسويها كتطبيق عملي انك تبدأ تخلط بين المبادئ الارباع الرئيسية وتتعلم طبعا اللي مو بذاكر ذا المبادئ يرجع لأرق القريد آيلاند وقت اللي كانت بسكي تدرب قون وكل واحد على هذه المبادئ مبدأ الشو يوم نتحط الطاقة في الشفل ويحفرون والجيو يوم نتطلع لهم الارقام في الصباح هذه المبادئ المنتقدين يتكلم عنها اللي تقول الزتسو جزء رئيسي منها وهذا الشي مو صحيح جزء منها بس مو برئيسي ولا بمهمي لهالدرجة اللي قاعدة تقولها ينا طبعا سestryنيش ما بعرف يقول اهوكيه طايم يلا قاعدنا بدان ندرّب年的 отдель فجأة والطيو الوحش النن حقه الخيلة قام يغرّب و جاء عند angle Fita قاعدة تتكلم عن ان تخاطر وذهني عقلي كاعدة تقوم مقابلة الله لا تقفين في طريقي هذا الشي اللي أنا قاعدة أسويه الضروري ورئيسي أساس أن الأمير الرابع يتدرب على النن طبعا ليش وحش النن شك وقدم؟ تقنية الزيتسو لما الأمير الرابع تصير دينيشي يغلق منافذة للزيتسو حقتها بالكامل الوحش الطفيلي حقها رح يختفي زي ما صار مع الأميرة المموزيوم إن أجهدت نفسها وتعبت في استخدام النن فضت طاقة النن من جسمها بالكامل نامت يوم يقم عليها تنام قدر يأتي الحارس الشخصي حقها ويخنقها وكتفي نايمة وحش النن حقها ما تفعل ولا دافع عنه حتى فحاليا اللي قاعد يتدرب عليه الأمير الرابع خطر جدا 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 أنك تتم ساعة كاملة مغلق منافذ النن حقتك بالكاملة مو بس وحش النن الطفيلي حقك رح يختفي لأنه يتغذى على النن ساعة كاملة ما عندي نن ما أقدر أدافع عنك الخيلة دي ما رح تكون موجودة مختفية بالكامل والوحش حقه اللي الممرض أن يقدر يجسده برضو ما رح يقدر يجسده لأنه يجسده عن طريق النن إذا لمدة ساعة كاملة ما بقعد يطلق النن الأمير الرابع لمدة ساعة كاملة في خطر محدق جدا وبرضو القوة الأسطورية اللي أظهرها حاليا في الرن والتن يوم منكسر السيوف هذه وقطع ناس إلى شلاء إذا هم مغلق الهالة حقه بالكامل أي ضربة أي طلقة رصاصة رح تقتل أو في حالة دفندلس ما يقدر يدافع عن نفسه بأي شي ما عنده نن نهائيا ولهذا السبب وحش النن حق الأمير الرابع الخيلة شكت في ثيتا وفجأت قدام وجهها كذا وثيتا قاعدة تتكلم في مخه بعزيمات تبصرارها تبتقنع وحش النني أنا مو بكاذبة أنا صادقة هذا الشيء ضروري ورئيسي لازم يتدرب عليه الأمير الرابع عزيز يتقن النن وقاعدة تقول أنا مو بقاعدة أكذب وقاعدة أقول الشيء كذب واخري عن واجهي تتكلم عن الخيلة واخري عن واجهي لا تطلعين فيني وكأن أشكر أخي بشير على هذه الملاحظة وكأن ثيتا في المدة الأربع أيام دي اللي كانت تدرب فيها مع الأمير بدت تفهم طريقة آلية عمل وحش النن حق الأمير الرابع كيف يشك فيك وكيف يحاول يدافع الأمير الرابع فيه فهي قاعدة تكذب على نفسها وتكذب على وحش النن حاليا مش راح بطريقة أكثر لما نوصل لها قدام ففعلا وحش النن وخر راسه ووخر عن ثيتا وبدأ الأمير الرابع يرفع دينك وخلني بابدأ في ديني لاحظوا فبن قابل قال يقول لنا تخيل ذا الشي لا تخيل ذا الشي فعليا القدرة النن ذهنية وقلنا ذا الكلام فأنت بس تتخيل أنك تطلق النن من دينك تطلقها بس تتخيل أنك تسكر منافذ النن في دينك تتسكر فشكلها ذهنية ولكن قونه كلها عانوا فيها على ما تقنوها قون أكثر حتى من كيلوه كله كان قدر يتطور فيه بشكل أسرع ولكن تصير دينيش بشكل صاروخي بس قام يتخيل كذا النن اللي كان على يدينا على الكفوف يدينا اختفى بينما على بقي جسم لازال شغال هنا ذيتا قاد تقول لها واو أنت مذهل أنت قاعد تأدي عمل أسطوري أنك قاد تقول لها بنسكر في أجزائي نحن بعد شوية بتقول لها سكره في رجولك سكره بس في راسك سكره بس في جذع جسمك سكره بس في فخوذك وهكذا إلي ما فلا تقول لها سكره على جسمك كامل لمدة ساعة كاملة بعدها ما تتكلم داخل قلبها تقول في الوقت الحالي ومن أعماق أعماق قلبي أنا أريد هذا الشخص أن يتطور ويصل إلى أقصى درجة ممكنة كانت تقول لها حسنا استمر في تدريبك هذا يلا استمر في أنك تخفي الزيتسو إلى الآن الوحش النن مختفى موجود بس لما يغلق منافذ النن كاملة ومدة ساعة كاملة هنا المصيبة آخر جملة قالتها بظل أسود قالت تثيتا على هذه الحالة لو استمر الوضع على كذا أستطيع فعل هذا الشي غدا وهنا يجي الربط يعني أقول لكم ركزوا على الوقت ركزوا على الوقت أني قلت لكم حاليا المفروض الساعة 11 وفي الفصل السابق اللي جابوا لك هي أنه أريد وصلنا في اليوم الثامن محاولة الهرب كانت الساعة 9 ونص في الليل احنا شفنا مولادي يوم كانت تعزف جاب لك الكاتب صورة الأمير الرابع فإلى اليوم اللي بعدها هي قاعد تقول غدا سننفذ المخطط ثيتا تبيتنفذ المخطط حقا أنه تقتل الأمير الرابع غدا بكرا اليوم الأحد اليوم الثامن على الساعة 10 في الليل على الساعة 11 في الليل وقت التدريب بعد ما تكون مرة 14 ساعة تقريبا مثلا يوم تعزف مولادي الأمير الرابع لازل على قاعد الحياة فأنا كلما تأكدين أنه محاولة تستتبوه بالفشل ولكن هل بدأت فعلا بتدريب على الزيتسو أم لا ما بعد يعني هل ممكن الفصل الجاي الكاتبورين أنه خلاص مرة 14 ساعة وانريدي خلاص كاتشو ماتت وكلام هذا كله وبعد ينتقل إلى غرفة الأمير الرابع سردينيش يقول لك هذا وحين قاعد يتدرب على الزيتسو أسكر منافذه وحين تحاول تغتالها أم أنه وقت اللي كانت تحاول تغتالها مثلا ممكن أنه مولادي بدأت تعزف وكله مغمى عليهم ودخلوا البعد الآخر وهذا الشي خلى وحش النين حق الأمير الرابع يستيقظ مثلا وشاف فيتا تبي تحاول تقتله وقتلها تخيل معي هذا السيناريو بس تخيل معي يا أخي والله في سيناريوات مجنونة تطلع في راسي بس ولا قاعد أقرى المانجا هل ممكن استعمل كذا؟ هل ممكن استعمل كذا؟ طيب لو استعمل كذا؟ ليش استعمل كذا؟ مجنود الكاتب يا جماعة مجنوهن نجي حاليا بالنسبة للتدريب فعليا لو فعلا الأمير الرابع تسردنيش على اليوم الثامن مرضنا خلاص أتقن الزيتسو يبقى للتقنيات المتقدمة الستة وسبعة اللي يشبك فيها بين التقنيات هذه وأتوقع أنها سهلة جدا عليه بس كون أنها بس إشرحات للكلام يقدروا ينفذها ما يحتاج أن تكون معاه دربة خطوة بخطوة وأهم تقنية لازم يتعلمها الأمير الرابع تسردنيش يلقيه بس يقدر يشوف وحش النن اللي هو جسده وبعد ما يشوفه يبدأ يفهمه ويبدأ يعرف شن القدراته رح يكون وحش لا يقهر هو قريدي حاليا مع وحش النن حقه الطفيلي لا يقهر فما بالك بوحش النن الثاني اللي عنده يا الله بس ترى في فرق هذا طفيلي يتصرف من ذاته والخلفه لا وحش النن خاص فيه يتصرف بأوامره هل أيضا سيتقن العمير الرابع تسردنيش إلى أنواع الأخرى من تصنيف الهدس الستة يعني أريدي أتقن التجسيد وجسد وحش النن اللي وراه وهو أريدي متخصص هل برضو رح يتقن التلاعب المنبليشن هل رح يتقن البعث اللي يطلق الهالة هل رح يتقن التحويل اللي يحول هالته إلى شي ثاني أيضا ما ندري لأي مستوى رح يوصل في النن لأنه عبقري جدا وذكي جدا وعنده القوة والطاقة الروحية喔 حالة النن حقته قوية جدا هل ممكن بطور قدرة نين خاص فيه بأنه الأمير الثالث معقول يعني الأول عنده قدرة الثاني عندها قدرة والرابع حين عنده قدرة والثالث ما تطلع عنده قدرة يا أخي عاطها قدرة حتى لو عن طريق وحش النين حقه عاطها قدرة يا أخي علموا خلونا حين من الأمير الرابط سيدنيش وأجيكم لنظرية مورينا اللي طرح عليه أخي بشير المجنونة جدا جدا مورينا قدراتها هي المريض صفر بيشن زيرو ويتقدر تنقل العدوى اللي عندها إلى الثلين وعشرين من أتباعها جنودها اللي عندها الخاصين انقلت إلى الثلين وعشرين من أتباعها قدرات أن كل واحد منه عنده المرض حاليا لما يجمع عشرين نقطة يكتسب قدرة نين خاصة فيه ولما يوصل مية يصير هو نفسه بيشن زيرو ويرجع ينقل العدوى إلى الثلين وعشرين خاصين فيه أهم شرحت الكلام أنا يوم طلعت قدراتها وقلت مثال وكيف ممكن توصل الأرقام ضربة الأرقام وكل شيء ما بعيد الشرح نظرية أخي بشير بما أن مورينا نفسها أريدي هي المريض صفر وانقلت العدوى ليش الكاتب أظهر أن أريدي هي جماعة ستة واربعين نقطة يعني هي أريدي قاعدة تقتل في الناس واجمعت كمستواها يوم طلعها الكاتب ستة واربعين أو ثلاثة واربعين يعني أنه قاعدة تقتل الناس وقاعدة تجمع نقاط هي بنفسها ليش؟ شي الهدف؟ لأنه أكيد أكيد يوم صالة عشرين تفعلت عندها هي قدرة اثنين خاصة فيها هذا واحد اثنين لما توصل مية ليش تقتل هي تبقى توصل مية؟ شي اللي بيصير لما توصل مية؟ هل ممكن أن مورينا لما توصل مية يصفر العداد وترجع من جديد بيشن زيرو وهي نفسة ترجع بيشن زيرو وتقدر تعطي ثنين وعشرين آخرين غير الثنين وعشرين الأولين القدرة من جديد؟ ولما تكمل وتوصل إلى عشرين تتفعل عندها قدرة نن أخرى إذا عندها قدرتين نن بدل القدرة الوحدة هل ممكن؟ لو صرحت بالخيال يعني مو منطقي أنا بالنسبة لي مو منطقي بأن هي البيشن زيرو هي المريض صفر ليش؟ بعد ما انقلت أريد العدو إلى ثلاثين وعشرين وواحد قاعدة تقتل الناس وترفع نقاطها إلا لأنه إذا وصلت عشرين تتفعل عندها قدرة هذا شي طبيعي ومنطقي وجميل جدا طيب ليش كملت بعد العشرين؟ ليش وصلت ستة واربعين؟ والخالص توقف هنا إيش؟ لو وصلت للمية اللي تحتى بيصرهم بيشن زيرو بيقدر ينقلون بس إهي برضو ما بقعدة تقتل حاليا لأنه ناوي توصل للمية وترجع للبيشن زيرو مجدد وتنقل العدو إلى ثلاثين وعشرين تابع جدد ولما توصل إلى عشرين مرة ثانية يعني يتصر مية وعشرين راح تتفعل عندها تقنية هاتسو أخرى هذه نظرية أخي بشير أنا صراحة أول ما شرح لي ما تقبلتها حسيت صعبة مش منطقية بتكون خارقة جدا للعادة ولكن يوم شرح لي قال لي طيب ليش يوم وصلت عشرين وتفعلت عندها قدرة ليش كملت لسة واربعين؟ خلاص يوم مفروض أن هي بيشن زيرو مورينة هي بيشن زيرو هي بيشن صفر ونقلت إلى ثلاثين وعشرين ليش تبيتكمل توصل مية؟ إلا أنها ممكن تسوي ريست تعيد من الصفر من جديد وتصير بيشن زيرو جديد وتنقل إلى ثلاثين وعشرين واحد آخرين ومرضان يترتقي لين عشرين وتتفعل عندها قدرة نن أخرى وكل أتباعها نفس الشيء لويني حاليا وصلت عشرين تفعلت عندها قدرة نن لو وصل مية بيشن زيرو بينقل العدو إلى ثلاثين وعشرين نفر وبعدها هو نفس يوصل إلى عشرين آخر من جديد يعني لو يوصل مية وعشرين بالضبط تتفعل عندها قدرة نن أخرى وهكذا القتل يستمر 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 بس فينا كلها يا جماعة وكذا نصير وصلنا لهاية انطباعنا لهذا الفصل المجنون توقشي لازل يبدع أنا صورت ساعة ونص حاليا بالمبالغة على الأغلب الانطباع بيطلع خمسين دقيقة خمس وخمسين دقيقة فأعذروني على الإطالة ولكن فصل دسم جدا جريدة بكل ما تعني الكلمة مليان معلومات جنون توقشي لا حدود له ومستمتعين معا الآخر لازل في جعبتي الكثيرة بيقولها بس تعالوا لي في البث يوم الأثنين قلولي هل النظريات أخي بشير منطقية بالنسبة لكم أم لا خلوا يمكن أشرح لكم بطريقة أفضل في البث عطوني نظرياتكم أنتو الخاصة على الأمير الرابع على قدرات وحشة اللي أنا مو قادرة أتخيالها حتى عطوني أراكم كل شي أبا أسمع أراكم في البث يوم الأثنين إن شاء الله شتام قولوا معاي سبحانك الله بحمدك أشهدو أن لا إله إلا أنت استغفر كواته بليك اتصال الاشتراك في القناة بطلق زرنا والضغط على زر العجاب والشير ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة